فيه صباعي شارك مع منتخب مصر من النادي الاهلي تم استدعائهم من المدير الفني اخوان كارلوس باستور اللي استعام بيهم واللي شاركه بشكل كبير مع المنتخب واللي هكون لهم دور كبير ان شاء الله في بطولة افريقيا القادمة مين لعبتنا او لعبة منتخب مصر من النادي الاهلي ابراهيم المصري طبعا صخرة الدفاع احمد شام سيسا محمد مجدي احمد خيري محسر رمضان احمد عادل ياسر سيف معظم هؤلاء اللاعبين ان انا قلت اسميهم كنا من سنتين بنقول عليهم شباب ناشئين صغار في السن النهاردة اصبحوا يعني اعمدة من اعمدة منتخب مصر الكبير وبالتالي اصبحوا يعني اعمدة النادي الاهلي زي ما قلنا ان النادي الاهلي اختار الطريق الاصعب ان يبني فريق من الشباب والحمد لله الان بنجني ثمار هذا الطريق ان انت الحمد لله عندك فريق استطيع المنافسة وحصد البطولات 7-8 سنوات قادمة وتبقى دي سياسة سابتة في النادي الاهلي بنعمل ريبليس بالزغير ونبني دايما فريق متوسط عمرو صغيرة مع خبرات كبيرة ان شاء الله نقدر يعني نحافظ على اداء او فرع كرة اليد الرجال لعبتنا السابعة دول الله يكون فؤونهم بعد ما يخلصوا مباراتين المانيا مش هرجعوا على مصر هيتيروا على السعودية تحديدا مدينة الدمام في الشمال الشرقي من المملكة العربية السعودية عشان ينضموا الى فريق النادي الاهلي في منافسات بطولة العالم والنادي الاهلي بشارك فيها للمرة التانية طبعا على التوالي دي تاني مرة على التوالي طبعا النادي الاحق المركز الرابع في البطولة اللي فاتت نتمنى ان شاء الله سنادي ميداليا في هذه البطولة البطولة هتتلاقب من الفترة من 7-12 نوفمبر الحالي طبعا لعبة هنا كانت محتاجة راحة بس طبعا مفيش راحة انت هتخلص مباراتين المانيا تطلع على السعودية مشوارنا طبعا التلات هيبتدي في بطولة العالم بمواجهة قوية مع النور السعودي خلي بالكم الفريق السعودية النهاردة بتتطور بشكل مزهل زي ما حضركم عارفين في طف رياضية كبيرة في المملكة العربية السعودية وبقت يعني خلاص قبلة الرياضية كبيرة وتحتضن من هنا طبعا يعني يمكن 10-15 سنة قادمة هتحتضن الكثير والكثير من البطولات الدولية فالنهاردة الفرقة السعودية بقت فرقة قوية فماتش النور السعودي ليس بالسهل أبدا ويوم الخميس هل لعب المنافس التقليدي أيها المنافس التقليدي اللي احنا لعبناه في بطولة البوسنة في الفينال برشلونة لو تفتكروا حضركم كنا زعنا المباراة دي على الهواء مباشرة من فقرات النادي الأهل في البوسنة بيتعادل لقاء تاني مع البرشلونة أكيد بإذنك يا رب هتكون مباراة أفضل لما بتلاعب فريق مرة واثنين وثلاثة ما كانت قويته بتتجرأ عليه وبتاخد عليه وتاخد على أداءه نتمنى إن شاء الله الفوز ليه لا محدش يعرف ممكن إحنا انتهت المباراة فرق ثلاث أهداف في بطولة البوسنة ليه لا يمكن الشوت الأول قدينا أداء يعني مش بالقوة الكبيرة تذكر الشوت الثاني قدينا وعوضنا وطلعنا كسبانين الشوت الثاني ولكن فرق الشوتين طلع اللي صالح برشلونة ثلاث أهداف ليه لا خلينا نحلم إن شاء الله نقدر نحقق ميداليا في بطولة الجلوبال سوبر أو بطولة العالم لكرة أليان